بتكونوا بخير نهاردة الفيديو ده اخر توقعات برج العزراء لاخر يوم في السنة 2022 يوم 31-12-2022 ان شاء الله يا رب سنة 2023 تبقى سنة خير علينا كلنا على كل موليد العزراء وتعرفوا تحققوا كل اللي انت بتتمنوا تحققوه واللي معرفتوش توصلولو في 2022 توصلولو في 2023 ان شاء الله النهاردة يا عزراء ليوم السبت توقعاتك هيبقى فيه كسافة كتيرة وهتعتبر لطيفة شوية بالنسبة ليك انت حبيبها مش بتأذيك لا بالعكس انت مبسوط بيها مع بور كوكب الزهرة وبلوتو النهاردة هيتقرب نهاية السنة خلص على وشك ساعات بسيطة بتفصلنا عن بداية سنة جديدة تطلعات حلوة جدا لينا يا عزراء هتبقى فيها رؤية واضحة رائعة جدا لينا نستفاد منها احنا نعتبر قريبين جدا من كل التفاصيل الحلوة بشكل استثنائي عندنا رغبات واضحة عندنا احتياجات حلوة اللي بتخلينا نبقى مدركين اكتر اننا عارفين نبقى نعرف نبتدي ازاي نعرف نحط النقطة على الحروف بشكل كويس نعرف نبقى مفيدين اكتر في حياة اشخاص كتير عندنا هيكون عندنا هدف حلو عندنا ارادة اكتر عندنا ردود فعل واضحة جدا ومناسبة جدا لينا ومواتية لينا هيكون وقتنا ده هيكون وقتنا علشان نستمتع علشان نوصل للمساعي اللي عندنا علشان نستفاد علشان نبدع اكتر نبقى رومانسيين اكتر نعرف نخطط كل اللي احنا حابين نوصل لي هنوصل لي هتبقى هنلتزم اكتر هنبقى متعمقين اكتر مركزين اكتر على اي مشروع احنا بندخل فيه على اي تفاصيل في شغلنا هنبقى احنا مدركينها بشكل اوسع بشكل اعمق هنوصل فيها لي ترتيبات احسن هنترقى بشكل كويس هنستفاد من مشاعر كتير عميقة قدامنا هنستفاد منها ونطبقها على كل اللي بتبقى عندنا في حياتنا على كل النقاط الحلوة هيبقى من خلالها فيه نجاح كبير جدا جدا لنا يا عزراء نستفاد منه نواجهه نبقى قده نشيله بكل تفاصيله بحلوه بوحشه بكله عندنا بواجهة للحقيقة فيه اعتراف هيبقى عندنا فيه رغبات فيه طموحات فيه حاجات حلوة جدا لازم نبقى واضحين فيها اكتر نبقى صريحين فيها اكتر هتكون دي نقطة حلوة علشان نتحول بيها بس نتحول تحول ايجابي اكتر نعرف نعمل منه حاجات كتير من قلب الحدث فيها هيبقى افضل النتائج هنعرف نحصل عليها يا عزراء هيكون وقت حلو ممتاز جدا ليك علشان تعرف تجذب موارد كتير هتبقى مناسبة ليك على المدى البعيد احنا على استعداد علشان نحتاضن انشطة كتير هنعرف نستوعب منها هنعرف نتطلب منها تفاصيل حلوة جدا لينا ونبقى فخرين بيها بعد كده يا عزراء خاصة لما يبقى الامر في عبوره اللي حد ما يوصل من الحمل للسور وطبعا قمر السور هيعتبر ثابت وغير معقد واضح جدا هيبقى بيأثر على كل الاشخاص اللي حوالينا وحتى هيبقى فيه تلاعب في العلاقات عندنا اكتر لكن الوقت حلو علشان نركز فيه اكتر علشان نصدق حاجات كتير احنا حابين اننا نميل عليها اكتر دي كل توقعاتك يا عزراء لآخر يوم في السنة يارب بتبتدي سنة 2023 بخير وسعادة وتوصل لكل اللي انت بتحلم بيه واللي بتتمدي